اشتركوا في القناة ووكلات الصفر المادة دي بتتكلم عن السياحة عن شركات السياحة عن انواع السياحة عن المنظمات اللي بتشتغل في تنظيم السياحة بتتكلم عن حريات النقل الجوي وغيرها من المعوضات اللي هنستعرضها مع بعض ان شاء الله في الحلقات بتاعة المادة لكن بداية نتكلم عن المادة والتي تخص المادة هنشوف فيديو صغير يتكلمنا عن السياحة نشوفه مع بعض حضرك لو بصيت على الفيديو ده هتجد ان بيعرض لحضرتك انواع السياحة المختلفة سواء كانت سياحة نهرية سياحة طبيعية اه انواع سياحة سياحة صحاري بدو مناطيد اه التعرف على عداية وتقاليد الشعوب الشعب المصري يعني الاصار التاريخية الاصار الثقافية وغيرها من الاصار وبتعرف على عيون والمعالم الحديثة الموجودة في مصر وغيرها من الاصار والمعارف الموجودة نجي بقى نتكلم قبل ما نتكلم عن موضوع السياحة ككل نتكلم عن مفاهيم اساسية للسياحة اول مفهوم وده اللي لازم نعرفه اساسا يعني ايه سياحة عشان اقدر اتكلم او اقدر اشتغل في السياحة مع السياحة اول هذه المواد او اول هذه التعريف تعريف السياحة هي ظاهرة اجتماعية اجتماعية لانها خاصة بالاشخاص اللي عايزين يتفرجوا على المناطق السياحية الغريبة عليهم المقصود بيها انتقال الفرد من بلد غير البلد اللي هو ساكن فيها لبلد اخر لرؤية الاماكن السياحية سواء كانت تاريخية والثقافية او ترفيهية زي ما شفنا في الفيديو فالسياحة كده بتعتبر ظاهرة نفسية واجتماعية مهمة جدا وبتعتبر من اهم داخل الاقتصاد في او الميزانية للبلاد باختلاف انواعها وهي خاصة الناس المصدرة للخدمات زي مصر دي بتعتبر الميزانية الاولى مصر اللي بتدخل دخل اجنابي وغيره لمصر بنيجي بعد كده منتكلم عن طبعا عشان اجيب عشان يبقى فيه عندي سياحة يبقى اكيد عندي سائح السائح ده ايه من هو السائح ده السائح ده زي ما احنا شايفين عبارة عن شخص احنا عقلنا سياحة هي انتقال الفرد من مكان من بلد لاخر الفرد ده اللي هو السائح عبارة عن زائر بينتقل من بلد بتاعته الى بلد اخرى بهدف سواء كان هدف علاجي سواء كان هدف طرفيه هدف ثقافي هدف حضور مثلا مؤتمرات اي هدف من الاهداف دي بيعتبر ده زائر طيب السائح عرفتها منظمة السياحة العالمية زي ما احنا شايفين كده منظمة السياحة العالمية عرفت السائح بانها كل شخص يقيم خارج موطن المعتد لفترة تزيد عن 24 ساعة على اقل تتحول هذه الاقامة الى اقامة كاملة او اقامة دائمة يعني ايه الكلام ده نفهم منه ايه نفهم ان اي شخص بيسافر لبلد اخرى اكتر من 24 ساعة الى اقل من 12 شهر ده بيعتبر سائح طيب بيقول في خارج في خاطرنا سؤال مهم جدا الناس اللي خرجين اللي هم العاملين في الخارج المصريين العاملين في الخارج لما يجي زيارة الاهله بهل يعتبر سائح ولا غير سائح احنا قلنا في تعريف السائح اقل من 12 شهر واكتر من 24 ساعة المواطن المصري اللي بييجي زيارة الاهله وهو بيعمل في الخارج بيعود شهر بيعود اسبوعين يعني بيعود فترة اكتر من 24 ساعة وبالتالي بيتعتبره في القانون المصري بيعتبره سائح لانه بيتعامل مع معاملة الاجنبي او السائحين الاجانب نفسها بعد كده نتكلم عن حاجة تانية اسمها الليالي السياحية كلمة الليالي الليالي دي مقصود بيها المبيت اللي هي مجموعة الليالي المبيت اللي بيقضيها السائحين خارج وطنهم بيستخدموا وسيلة من وسائل الاقامة وسيلة الاقامة دي قد يكون فندق موتل اي نوع من انواع وسائل الاقامة قد تكون اقامة في مثلا سفينة قد تكون اقامة في فندق عائم قد تكون الاقامة في اي مكان على الطريق السريع الموتلات الموجودة على الطرق السريعة كل دي بتعتبر وسائل اقامة منتجع سياحي ده وسيلة اقامة يبقى بحسب ليالي المبيت بعدد الايام او عدد الليالي اللي بيقضيها السقيح في هزي الاماكن برضو من ضمن التعريفات اللي عندنا الطلب السياحي يعني ايه طلب سياحي الطلب السياحي هي معرفة اتجاهات وميول السقيحين نحو زيارة منطقة معينة بمعنى ان انا بشوف دوافع هؤلاء السقيحين وميولهم رغباتهم ايه الاماكن اللي بيفضلوا اللي ان هم يكونوا موجودين فيها ويزوروها وبيفضلوها على المدى الطويل وهو ده بتبقى دي اماكن الطلب السياحي طالما تكلمنا عن الطلب السياحي يبقى لازم تكلم عن حاجة مهمة اوي وهي العرض السياحي التسويق السياحي التسويق السياحي الطلب السياحي احنا قلنا هي الاماكن طب الاماكن دي السياح دول هيعرفوها منين اكيد هيعرفوها عن طريق التسويق السياحي التسويق السياحي ده بيشمل حاجتين تسويق اداري وتسويق فني التسويق الاداري عن طريق الدعايات والاعلانات اللي بيقوم شركة السياحة او بتقوم الدولة بعملها عشان تسوى الطلبات السياحية او الاماكن السياحية التسويق الفني عن طريق عرض مغريات المكان او مقومات المكان اللي بتخلي السياح ده هم يجذبوا لهذا المكان يعني ييجوا ويحبوا يتفرجوا على المكان ده من مجرد ما يشوفوا دعاية او اعلان لاي مكان سياحي جديد من ضمن برضو التعريفات اللي بنتكلم فيها العرض السياحي احنا قلنا فيه طلب طالما فيه طلب سياحي يعني فيه اماكن السياح بيفضلوها يبقى اكيد فيه عرض السياحي العرض السياحي ده اللي هي المغريات السياحية اللي بتعرضها الدولة عشان تنمي من الحركة السياحية المقدمة من مختلف دول العالم بمعنى اكثر وضوح احنا في مصر هنا عندنا سياحة تاريخية عندنا اماكن تاريخية عندنا معابد عندنا متاحف عندنا اثار حديثة عندنا برج مثلا القاهرة مكتبة الاسكندرية معبد اتفو معبد كارنق اي حاجة من دي دي بتعتبر بالنسبة لنا عرض السياحي بعرضه على السياح بعرضه على السياح منين؟ من خلال الاعلانات من خلال الدعاية من خلال الفيديوهات يعني من خلال التعريف اللي قبله اللي هو من خلال التسويق السياحي احنا اتكلمنا عن التسويق السياحي اتكلمنا عن الطلب السياحي اتكلمنا عن العرض السياح يبقى اكيد لازم اتكلم عن المنطقة السياحية المنطقة السياحية بقى هو المكان نفسه المكان اللي بيصبح هدف للطلب السياحي نتيجة للعلاقة بين المغريات واتجاهات السياح بمعنى اكثر وضوح انا عندي الوقت شفت في الطلب السياحي اتجاهات وميول السائحين بيحبوا ايه الاماكن اللي بيحبوا يزروها وفي نفس الوقت الدولة عملتلي عن طريق الدعاية والاعلان في التسويق عرضتلي المغريات السياحية معنى كده ان انا من خلال الترابط الاتنين دول بحدد المناطق السياحية الموجودة طيب المناطق السياحية دي نتيجة ايه نتيجة الحاجات اللي احنا قلناها المغريات السياحية اللي الدولة بتقدمها نتيجة ميول واتجاهات السياح مما يؤدي للطلب السياحي نتيجة تسهيلات الوصول والاقامة في المنطقة بمعنى بوفر وسائل نقل سواء كانت وسائل نقل بحري او نهري او وسائل نقل جوي او وسائل نقل بري بالاضافة للاقامة اللي المقصود بيها الفنادق بانواعها طيب نتكلم عن حاجة اسمها السياحة التبدلية او السياحة الطبيعية دي السياحة اللي بتهتم بالتوازن الايكولوجي وحمية البيئة وتتفادى الاثار السلبية السياحة ده ظهرت قبل 8 سنين من وجود السياحة الجماهرية السياحة الجماهرية كانت عبارة عن مجموعة السياح ويروحوا المناطق والاماكن الطبيعية فكان بيحدث للطبيعة او للبيئة بتضر او بيحدث لها بيحدث لها مشاكل بيئية فعشان احافظ على البيئة التاعتي وما ضرهاش فاتجهنا للسياحة التبدلية اللي هي للحفاظ على البيئة وزي ما قلنا ظهرت بعد السياحة الجماهرية 8 سنين بتعتبر السياحة الطبيعية من دمن او مقوم من مقومات السياحة التبدلية الموجودة عندنا في مصر بعد كده من ضمن برضو التعريفات التنمية السياحية يعني ايه تنمية سياحية يعني تنمية مقونات المنتج السياحي يعني ايه تاني برضو يعني تنمية الموارد السياحية الطبيعية يعني بطور فيها وبطور في الموارد الحضرية عشان تكون متاحة للدولة لعمل تنمية سياحية من ضمن كمان احنا قلنا التنمية هي تنمية موارد المنتج السياحي او مكونات المنتج السياحي طب يعني ايه بقى مكونات المنتج السياحي ايه هو المنتج السياحي ده بتلاقي ان كل تعريف مرتبط من التعريف اللي قابله عشان تفهم تعريف لازم تبقى فاهم التعريف اللي قابله المنتج السياحي ده هي عبارة عن مجموعة المقومات والمغريات الجذب السياحي الطبيعية والمصنوعة يعني ايه المصنوعة الطبيعية معروفة اللي هي اللي ربنا خلقها والانسان ما تدخلش في وجودها طب ما معنى كلمة المصنوعة المصنوعة معناها اللي منقومات الجذب اللي صنعت بيد الانسان الانسان هو اللي عملها زي المتاحف دي مش طبيعية دي صناعية او مصنوعة من صنع الانسان مثلا الاثار التاريخية المعابد الكلام ده كل مصنوعة من صنع الانسان بقى انت عندك المنتج السياحي عبارة عن مقومات الطبيعية والمقومات المصنوعة في نفس الوقت اللي هي المقومات التي صنعها الله سبحانه وتعالى والمقونات التي صنعت عن طريق الانسان من ضمن كمان التعريفات بتاعتنا المشروع السياحي الاستثماري ده المشروع اللي بيغلب عليه الاستثمار في المنشآت او الوحدات الفندقية بتخدم السائح في المقام الاول يعني ايه مشروع استثماري يعني فندق يعني قرية سياحية يعني موتل يعني شركة نقل يعني شركة تأجير يعني شركة طيران تكون بالحجز يعني اي مكان او اي حاجة بتسمى او تخدم السائح ويسمى مشروع سياحي استثماري من ضمن كمان المشايا من ضمن كمان التعريفات الموجودة الارادات السياحية الله احنا مش تكلمنا عن الطلب السياحي وكلمنا عن العرض وكلمنا عن التسويق طيب انا عملت كل ده عرفت ميول الاشخاص او السائحين وعملت لهم المغريات بتاعاتهم والعرض بتاعهم وعملت لهم تسويق وعملت لهم مشاريع استثمارية يبقى اكيد اكيد كل ده هيؤدي للاراد السياحي الاراد السياحي اراد يعني فلوس يبقى المقصود بيها الارادات اللي السائح بيدخلها للدولة وبتدخل في ميزانية الدولة وبتزود الدخل القومي للدولة ده معنى الاراد السياحي اللي هي الفلوس اللي السائح بيدخلها للدولة وبتستفيد منها الدولة سواء كانت عملة محلية او عملة اجنبية من ضمن كمان التعريفات بتاعتنا النشاط السياحي النشاط السياحي هو النشاط الفني خلي بالكم النشاط الفني والاداري ما معنى النشاط الفني والاداري النشاط الفني اللي هو عن طريق عرض المغريات السياحية عن طريق الهيئات يعني كل شركة سياحة بتعمل في مثلا الاتصال الاجتماعي على الفيسبوك او على تويتر او على اي ان كان وسيلة التواصل الاجتماعي بتعمل لنفسها اعلانات يبقى ده نشاط فني بتعمل اعلانات لنفسها على وسائل التواصل الاجتماعي النشاط الاداري اللي هي المكتبات الدعايات المكتوبة الدعايات اللي بيتم عرضها على السياح لما يجي السياح يروحوا مكان تلقوا مدينهم كتيبات طب الكتيبات دي بنيديها للسياح ليه لتحقيق اقصى اشباع للسائحين عشان اشبع رغبة السائحين لان السائح بيجي لك عنده فضول فانت بتشبع له هذا الفضول من ضمن كمان الاهداف بتاعتها انها زي ما احنا قلنا بتشبع فضول السائحين بتدينا ربح لان طبعا انت عارف ان المجال السياحي من النوع اللي بيتعمل اصدا وشركات السياحة تفتحت وكل حاجة بهدف الربح كما انها بتقلل درجات التوتر والقلق اللي بيشعر بيه السائحين عنده زيارة دولة غير دولتهم عن طريق الدعاية عن طريق الاعلان عن طريق التسويق عن طريق كل التعريفات اللي تم الكلام عليها بعد كده نتكلم برضو عن احنا عملين نقول السائحين من السائحين دول دول عدد الاشخاص اللي بينتقلوا من دولة مش احنا قلنا السائح عبارة عن زائر بينتقل من دولة لاخرى صح؟ يبقى مجموعة السائحين نفس التعريف هي عدد الاشخاص اللي بينتقلون من دولة الاخرى بغرض ايه؟ بغرض اي غرض من اغراض السياحة؟ ايه اغراض السياحة؟ ممكن تكون زيارة مثلا اماكن سياحية لهدف الترفيه ينزلوا مثلا البحر يعملوا غوص يعملوا اي حاجة ترفيهية ممكن تكون زيارة مؤتمرات حضور مؤتمرات ممكن تكون حضور اجتماعات ممكن تكون حضور معارض دولية يبقى لأي غرض من اغراض السياحة كمان عندنا الانفاق السياحي الانفاق السياحي ده كلمة انفاق فاكرين لما قلنا الاراض السياحي يبقى مرتبطة بالمال برضو الانفاق السياحي مرتبط بالمال بس الاراض السياحي ده الاراض اللي دخل للدولة بينما الانفاق السياحي معناها الفلوس اللي السائحين هيدفعوها او الفلوس اللي السائحين هينفقوها في الجذب او في البلد في الاماكن الجذب السياحي يعني مثلا في فندق هيدفع فلوس لو راح مزار سياحي هيدفع فلوس لو ركب وسيلة نقل سياحي هيدفع فلوس قطع التذكرة هيدفع فلوس يبقى كل دي اللي هي الانفاق السياحي بعد كده نتكلم عن بقى حاجة جديدة كده خلصنا التعريفات اللي موجودة نتكلم بقى عن نشأة شركات السياحة شركة السياحة بنجل انها تبقى وسيط وسيط بين مين؟ بين ناحيتين او بين جهتين الجهة الموردة للخدمات والجهة التي تشتري الخدمات فيمنا حاجة؟ طب نقول تاني شركة السياحة تعتبر وسيط بين جهتين الجهة الموردة للخدمات مين الجهة الموردة للخدمات؟ الجهة اللي بتقدم الخدمة هي دي الجهة الموردة للخدمات يعني ايه برضو بتقدم الخدمة يعني الفندق مثلا بيقدم لك اكل وبيقدم لك مشروبات وبيقدم لك مبيت وبيقدم لك طرفيه ادي دي يبقى دي جهة موردة للخدمات عندك شركة النقل بتدي لك توبيسات عشان تنقل فيها السياح شركة النقل ممكن تدي عربيات خاصة لطول فترة السياحة للسائح ماشي يبقى دي شركة موردة للخدمات المطاعم بيقدموا اكلات معينة او الاكلات اللي بيقلبها السائحين ادي دي شركة موردة للخدمات مثلا شركات الطيران بتعمل حجز تذاكر بتعرض لك البرامج السياحية بتتحجز لك الاماكن في الفنادق وغيرها يبقى دي شركة موردة للخدمات يبقى انت عندك الشركة السياحية دي بتعتبر وسيط بين حكتين بقولهم تالت مرة الشركة الموردة الشركات الموردة للخدمات اللي هي بتقدم الخدمة واللي بيشتري الخدمة اللي هو المقصود بهم السائحين لان كل الخدمات دي انا بقدمها المين ومن اللي بيدفعها فلوسها السائحين من اشهر شركتين في هذا في هذه لانواع من الشركات شركة توماس كوك وشركة امريكان اكسبريس ودول الشركتين اللي هنتكلم عنهم بس هل قبل ما نتكلم عنهم هل معنى كده ان الشركتين دول فقط الشركات الخاصة بالسياحة في مصر او في العالم لا لكن دول من اقدم الشركات اللي تشتغل في مجال السياحة طبعا السياحة كانت في الاول ما كانتش طيران على طول كان الاول السياحة اول ما بدأت بدأت عن طريق الانتقال من مكان لاخر للشخص بريق على رجله يعني ماشي بعد كده ظهرت الدواب بعد كده ظهرت القطر العربية فلحد ما وصلنا للطيران ماشي فجدت شركة اول شركة هنتكلم فيها اللي هي شركة توماس كوك الشركة دي اول شركة تأسست اول شركة اشتغلت اول ما اشتغلت كانت تشتغلت سنة 1841 شركة توماس كوك بتعتبر من اقدم الشركات اشتغلت في الاول مع الكطارات قبل ما تشتغل مع الطيرات عملت الرحلات مختلفة من اول 1851 بدأت تعمل رحلات داخل انجلترا سنة 1872 عملت رحلة حول العالم سنة 1963 عملت رحلات بالطائرات الرحلات الاولانية بتاعتها كانت رحلات بالكطارات شركة توماس كوك كبرت لحد ما بدأت لها 600 الف فرع في العالم سبب نجاح الشركة ده قاعدة مهمة جدا ايه هي القاعدة دي شفت القاعدة بتقول ايه الطلب السياحي يتميز بالمرونة يعني ايه الطلب السياحي يتميز بالمرونة يعني كلما ودي الحاجة اللي هي تبعتها تخفيض السعر كلما زاد تخفيض السعر كلما زاد الطلب السياحي عشان كده خفضت السعر لا ده مش خفضت السعر كمان اللي انت عارف عملت ايه عملت تعاون بينها وبين قطارات النوم وعملت سياحة وبرامج سياحية في قطارات النوم كمان عشان تعمل عشان تزود الدخل بتاعها عشان تتبع المقولة بتاعتها اللي هي امنت بها تماما ان الطلب السياحي يتميز بالمرونة دي شركة توماس كوك طيب الشركة التانية اسمها ايه لو تفتكروا احنا عدنا فيه شركتين من اقدم الشركات توماس كوك الشركة التانية امريكان اكسبريس امريكان اكسبريس الشركة دي شوف مكتوب ايه تأسست عام 1841 بدأت عملها عام 1850 افتفتكروا توماس كوك الشركة اللي قبلها اللي احنا قلنا عليها احنا قلنا اول رحلة عملتها كانت سنة كم فاكري سنة 1841 الامريكان اكسبريس اتأسست سنة 1841 فبالتالي توماس كوك اقدم لكن شركة امريكان اكسبريس اتميزت في ايه اتميزت انها بقت مؤسسة مالية وسياحية ضخمة ليه لسبب واحد انها اشتغلت في عالم المال والعملة عشان كده اصبح يتبعها 14000 فرع في انحاء العالم كله دي نتيجة انها اشتغلت في سوق المال وسوق العملة واصبحت بتشتغل في نقل البضائع وويلز اللي هو صاحبها او ويلز اللي هو قام بانشاءها نقل النشاط بتاعها من نقل السائحين لنقل البضائع وسوق المال والعملة عشان كده اصبحت من اعلى الشركات اللي عندنا طيب بعد كده نتكلم احنا قلنا شركات السياحة وتكلمنا عن الشركتين المهمين ايه هي بقى الشركة السياحية اساسا الشركة السياحية هي المكان اللي بيتم فيه القيام بالاعمال المكتبية والفنية الخاصة بالنشاط السياحي من سواء كان داخل او خارج الدولة وخلي بالك من التعريف تكمل معايا التعريف وقد تكون تتبع وزارة السياحة او هيئات حكومية سياحية اخرى فهمنا الكلام نشرحه الشركة يبقى مقر اي شركة سياحة لها مقر المقر ده هو عبارة عن مكان المكان ده بنقوم بعمل ايه فيه بنعمل الحاجات الادارية المكتبات والحجز وا 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 وبالاضافة لكده بنعمل الاعمال الفنية كمان اللي هي ايه اللي هي متابعة الحجزات اللي هي متابعة تنفيذ البرامج السياحية وقال لك في التعريف داخل او خارج مصر يعني انا الشركة السياحية ما بترتبطش بتتعامل داخل مصر فقط لا ده بترتبط كمان بتتعامل خارج مصر عشان كده عندنا شركات دولية بتشتغل على مستوى العالم زي شركة مصر الطيران دي شركة دولية خلي بالك شركة مصر الطيران واخد الايزو شركة مصر طيران الاولى عربيا على مستوى العالم على مستوى العرب الاولى افريقيا على مستوى افريقيا التانية عربيا على مستوى العرب السبعتاشر دوليا على مستوى العالم خلاص فالشركة عبارة عن مكان لكن لازم الشركة تعمل داخل وخارج مصر الشركات اللي بتعمل داخل مصر فقر دي من الشركات دي فروع وليسا هنتكلم عليها بعدين الشركات دي عشان تشتغل لازم لها انها تكون تابعة لوزارة السياحة وتاخد تصريح منها عشان تشتغل طب لو مش متابعة لمزارة السياحة يبقى تابعة للغرفة السياحية يعني تابعة لأي حاجة تابعة حكوميا لسياحة جه القانون عرفها تعريف اخر قالك القانون الشركات التي تقوم بكل او بعض من الاعمال الاتية ليه قبل ما نعرض الاعمال ليه قال كل او بعض لان ما ييجي قسم القانون قسم الشركات السياحية وجدت شركة السياحية تلت انواع حسب الاعمال اللي هتعرضها دلوقت ايه هي الاعمال دي اول واحدة تنظيم الرحلات السياحية سواء جامعية او فردية خلي بالك داخل او خارج مصر نفس الكلامة هو احنا عدنا الشركة السياحية داخل او خارج مصر يبقى اكيد البرامج السياحية اللي هتعملها داخل او خارج مصر التانية بيع او صرف تذاكر السفر وتيسير النقل والامتعة افتكروا التلاتة دول عشان نستعملهم بعد كده تالت حاجة او تالت وظيفة تشغيل وسائل النقل سواء كان بري او بحري او جوي او نهري لنقل السائحين كده تعريف شركة السياحة طبعا للقانون نعيد الحتة دي شركة السياحة هي عبارة عن المكان اللي بيقوم فيه بالاعمال المكتبية والفنية داخل او خارج مصر تمام ولازم يكون تابعة لوزارة السياحة جي القانون قال ايه قال لك الشركة السياحة عشان تبقى اسمها شركة السياحة وديها الترخيص تشتغل لازم لها تلات سرور اول حاجة تشتغل في تنظيم الرحلات سواء كانت جماعية او فردية زي ما احنا شفنا الايه التلات شرور تاني شرط تحجز تذكر السفر تشتغل في تذكر السفر وتيسير وسائل النقل وحجز الفنادق تالت حاجة تشغيل وسائل النقل سواء كان بري بحري نهري جوي لنقل السائحين طيب الشركات دي وزير السياحة برضو القانون يدي له تفويد انه يضيف اعمال اخرى بتتصل بالسياحة لهذه الشركات الاعمال دي وزير السياحة من حقيقة يدي للشركات اتنين من الاعمال اول واحدة التعامل بالعملات الاجنبية بمعنى اعطاء الشركة التصريح بالتعامل بالنقض الاجنبي تاني واحدة الشحن والتخليص الجمروجي يعني اعطاء الشركة التصريح برضو بالتخليص الجمروجي للسائحين اللي تابعين لها لنقل الامتاع بتاعتهم وتخليصهم جمروكيا نجي نتكلم بقى عن انواع شركات السياحة قبل ما افتح انواع شركات السياحة تيجي نفتكر شركات السياحة طبعا للقانون بتقول ايه بتقول ان الشركة السياحة بتشتغل تابع تلات اعمال اول واحدة نفتكرها تنظيم الرحلات تاني واحدة حجز تذكر السفر وحجز اماكن الاقامة تالت واحدة تشغيل وسائل النقض طب تيجي نشوف انواع الشركات اول نوع من انواع الشركات شركات يرخص لها مباشرة في جميع الاعمال السياحية تابعا للقانون المصري ايه هي الاعمال السياحية تابعا للقانون المصري اللهم بها التلاتة اللي هي تنظيم الرحلات عشان كده لما جيت اقولها قلتلكوا افتكروها اللي هي تنظيم الرحلات اللي هي حجز التذكر السفر واماكن الاقامة اللي هي تشغيل وسائل النقض يبقى اول نوع من انواع الشركات لازم يقوم بتنفيذ الثلاث شروط اللي القانون نزل طيب تاني نوع من أنواع الشركات اللي هي الشركات التي تعمل في مجال حجز تذاكر السفر وحجز أماكن الإقامة وتشغيل وسائل الناء اللي هو الشرط التاني اللي القانون حطه في مجال السياح أو في مجال شركات السياح طيب النوع الثالث من الشركات هو النوع الثالث من الأعمال اللي هي الشركات يرخص لها تشغيل وسائل النقل بأنواعها لنقل السائحين احنا قلنا وسائل النقل بأنواعها يعني ايه عندك كم نوع للنقل اللي هنتكلم فيهم بعد كده عندك أربع وسائل النقل وسائل نقل بري بحري نهري جون دول وسائل النقل الأربعة نجي نتكلم عن احنا قلنا شركات السياحة الدولية مش معقولة هتتبع شغلها في دول العالم كله يعني مثلا احنا اخدنا مثال نستمر عليه شركة مصر الطيران المقر الرئيسي في مصر شركة مصر الطيران بتشتغل هي ده احنا قلنا انها دولية وهذا الايزو بتشتغل في دول العالم شاملة شركة مصر الطيران هتتبع شغلها في كندا في المانيا في ايطاليا في اليابان في الامارات في السعودية ازاي يبقى لازم يكون لها فروع في الاماكن ده هي عشان تتابع عملها طيب شركة مصر الطيران هتتابع عملها في المنصورة في القاهرة في اسوان في لقصر في شرم ازاي يبقى محتاجة فروع عشان تتابع العمل الفروع دي هي التي تسمى الوكالات السياحية نجي نتكلم او نشوف تعريف الوكالة السياحية الوكالة السياحية هي المكان الذي يمكن للشخص الحصول على المعلومات والاستشارات الفنية ايه ده يعني ايه يعني انا هروح الوكالة السياحية قال له من عايز احجز تابع شركة مصر الطيران اعرف منه الترتيبات السفر ازاي اعرف منه التذكرة بكام اعرف منه معاد السفر اعرف منه كل المعلومات اللي انا عايز اعرفها عن السفر اثناء السفر انا كسائح او انا كعميل بعد كده وكلة السفر والسياحة دي ليها اقسام طيب ايه اقسام وكلة السفر والسياحة وكلة السفر والسياحة عندك وكلة السفر المنظمة هنقولهم التلاتة الاول وبعدين هنتكلم عن واحدة واحدة فيهم وكلة الخدمات السياحة المنفذة للرحلات خلي بالك اول واحدة المنظمة تاني واحدة المنفذة عشان أثناء الشرح تفتكروا كلمتين دول ثالث واحدة ووكلة السفر السياحية بالتجزئة يبقى أول قسم ووكلة السفر السياحية المنظمة ووكلة الخدمات السياحية المنفذة ووكلة السفر السياحية بالتجزئة ناخد أول واحدة نتكلم عنها نتكلم عن شركات السياحة ووكلات السفر المنظمة دي بتتولى تجميع عناصر المنتج السياحي وتنظيمها على شكل رحلات يعني ايه؟ يعني عناصر المنتج السياحي اللي هو باخد باتفق مع فندق اللي هيتم فيه مبيت السقحين باتفق مع شركة تأجير السيارات اللي هدي يستخدموها السقحين هتفق مع وسيلة النقل الأوتوبيسات اللي أنا هستخدمها للنقل السائحين هتفق مع المطاعم مثلا لو هدخلهم مطاعم هتفق مع أماكن الزيارة لو هدخلها ووديهم مثلا أطر نوم هتفق معيه مع السكة الحديد دي المنتج السياحي أنظمها على شكل رحلة بمعنى أننا أرتب الأولويات هعمل إيه الأول وهعمل إيه الثاني وهعمل إيه الثالث وهكذا كمان هي وسيلة بالمورد الخدمة السياحية وخلي بالك ووكالات السفر بالتجزئة يعني إيه؟ يعني وسيلة بالمورد الخدمة السياحية احنا قلنا قبل كده تكلمنا عن مورد الخدمة السياحية قلنا مورد الخدمة السياحية اللي هي الفريدق مثلا السفن السياحية المزارات اماكن مثلا المعابد والمتاحف دي الخدمات السياحية والتجزئة وكلات التجزئة اللي هي بالاسم المعروف او الاسم الدارج القطاعي اللي هما بياخدوا شغلك ويقوموا بتسويقوا ليك اللي احنا هنتكلم عليها في التجزئة بعد كده بنيجي بقى هنتكلم عن الشركات دي كمان بتجد ان الشركات ده احيانا بتبقى منظم رحلات بياخد جز ميل كيلو بمعنى يعني ايه يعني بيعمل لحسابه فندق بينشأ فندق بحيث ان هو بدل ما يأجر في الخارج فنادق خارجية بيسكن السقحين في الفندق بتاعه يبقى كده الاراضي السياحي داخل للشركة المنظمة بيجيب مثلا بيتعامل او بيتعاون مع شركة تأجير سيارات وبيجيب منها الاتوبيسات يبقى كده حاجة داخلة لحسابه ما وبيتعاون معي يعني له نسبة فيبقى الاراضي داخل للاراضي للشركة المنظمة يعني الشركة المنظمة ممكن تكون هي صاحبة الخدمات او صاحبة موردين الخدمات من موردين الخدمات اللي بقدمها للسقحين كمان من ضمن الشركات المنظمة انها بيمتلك جانب من مكونات الرحلة نيجي بقى كمان هل بيعمل كده بس لا ده الشركات المنظمة كمان بتسوى هي المسؤولة عن تسويق الرحلات بتاعتهم وتسويق الخدمات اللي بتتقدم ايه كمان غير التسويق بتعمل حاجة اسمها تشيل حاجة اسمها تشيل تشيل دي عبارة عن المطبوعات اللي انا بديها للسائح مشان ما بييجي السائح يدخل معبد او يدخل مدحف او يدخل مسجد او يدخل كنيسة او دير او اي حاجة سياحية بيكون معاه كتايب الكتايب ده اسمه شيل الكلتايب ده بيكتب فيه المعلومات الاساسية بتاعت المكان اللي هو داخل يتفرج عليه حديثا بدل شيل دي عملوا حاجة اسمها المرشد السياحي الالكتروني اللي هو اسمه هوبي الهبي ده عبارة عن جهاز بتاخده بتفتحه والله سماعة بتحطها في ودنك وبتدخل المكان ده وبتشغل الجهاز الجهاز ده بيشرح لك الحاجات اللي داخل المكان يعني بيشرح لك المعلومات والقيم الاسارية والاثار وتاريخها ودي من ايام مين ومن اللي انشأ دي وهكذا الهبي ده مرشد الكتروني لكن طبعا لا يغني عن المرشد الانسان وطبعا هنعرف بعد كده ليه طيب هنتكلم عن وكلة الخدمات السياحية المنفذة للرحلات السياحية دي مسؤولة عن ايه مسؤولة عن تنفيذ البرامج خلي بالك اسمها ايه منفذة خليك معايا اسمها منفذة يبقى اكيد اكيد مسؤولة عن تنفيذ البرامج السياحية دي عشان تعرف تشتغل الوكالات السياحية المنفذة يعني شغلتها تديها البرنامج وهي تنفذه يبقى عشان تعرف تشتغل لازم توصق علاقاتها مع شركات السياحة الاخرى ليه عشان تشتغل هي شركة ما بتنظمش الرحلة السياحية يعني ما تحطش برنامج للرحلة السياحية ولا بتتقل لها اتفاقات ولا لها حاجة انت عملت كل حاجة كمنظم رحلات طيب انا منفذ فقط منفذ يعني باخد السائحين من مكان لمكان وبتابع معاهم طول البرنامج يعني بنفذ البرنامج اللي انت عامله يبقى لازم عشان اقدر اشتغل يبقى اوصق علاقاتي مع الشركات الاخرى المنظمة ليه عشان لو انا وقفت على شركة واحدة منظمة يبقى مش اشتغل الا في مكان واحد لكن انا عايز اطور من نفسي عايز اعمل تنمية سياحية نفسي عايز ازود دخلي يبقى انا لازم اوصق علاقاتي مع الشركات الاخرى المنظمة عشان اقدر اشتغل كمان من ضمن الوكالات الوكالة بالتجزئة بس قبل ما ناخد الوكالة تجزئة ناخد نشوف الهيكل الوظيفة للشركة المنظمة دي ايه الشركة المنظمة دي عبارة عن منظم الرحلات طب الشركة المنفذة لازم يبقى لها مدير زي ما حضراتكم شايفين كده لازم لها مدير لازم لها اشخاص تعمل بحث عن السوق تشوف السوق السياحي محتاج ايه وتجيب معلومات وبحوث عنه لازم بعد ما اعمل بحوث لازم يبقى عندي ناس تخطط لازاي اسوى وازاي انفذ البرنامج ازاي انفذ البرنامج لازم يبقى فيه عندي ناس منفذة بقى يعني انا عملت بحث سوق وخططت ونفست ولازم يبقى عندي ادارة مالية تعمل لي حسابات الشركة وتشوف الدخل الاراضة بتاعي والمصرفات وهكذا نجي نتكلم عن الشركة التالتة وهي وكالة السفر والسياحة بالتجزئة وكالة السفر والسياحة بالتجزئة بقى دي ما عليهاش اي مسئولية يعني ايه يعني بتبيع قطاعي لما بتبيع قطاعي بتاخد من الشركة المنظمة واتبيعه لحسابه معنى كده ان هي بتاخد عمولة بس فبالتالي لا تحتاج الى رأس مال كبير وما بتعرضش للمخاطر لانها بتشتغل عمولة فقط بمعنى ايه برضو بمعنى ان انا وكيل سياحي لشركة مصر الطيران باخد من شركة مصر الطيران مثلا 30 تسكرة اكون ببيعها لحساب الشركة وباخد عمولتي من الشركة يبقى انا كده ما دفعتش فلوس انا الفلوس اللي انا خدت بيها شركة اه التذاكر بعتها للسائحين او بعتها للاشخاص وخدت الفلوس بتاعت الاشخاص ده اديتها للشركة يبقى انا كده مش محتاج رسمة كبير لان انا بشتغل على حساب العمولة فقط عشان كده بيعتبر وسيد بين منظم الرحلات والسائحين لان انا باخد التسكرة من منظم الرحلة واكون ببيعها للسائح تاني الكلام يبقى انا التجزئة يعني ببيعها الطاعي يعني ايه ببيعها الطاعي يعني باخد جملة من شركة السياحة يعني مثلا التسكرة وليكن تمنها كذا واخدت عليها مصدر ربح صغير وابيعه للسائحين وباخد عمولة من الشركة يبقى انا بشتغل بدون عمولة هحتاج رسمة الكبير ليه خلي بالك وكالة السياحة بالتجزئة دي بيكون المكان اصلا اللي فيها مش شرط المواصفات بتاعته تكون كبير لانه بيكون من خمس لعشر اشخاص فقط يعني ما تكون مكان حجمه صغير لانه ما بيحتاجش شغل كتير لان انا يا دوبك وقف بيع وقف بيع الخدمات اللي شركة المنظمة عملتها بيعها للسائحين وباخد عليها عمولة فانا محتاج مكان كبير ليه فبالتالي الهيكل التنظيمي بتاعها بيختلف عن الهيكل التنظيمي للمنفذ المنفذ لازم بحس تسويق ولازم تخطيط ولازم حد ينفذ ولازم ادارة مالية طب تيجو معي نشوف السياحة بقى بالتجزئة الهيكل الوظيفي بتاعها ايه؟ نشوف الهيكل الوظيفي الهيكل الوظيفي بتاعها المدير العلاقات العامة حجز الرحلات اصدار التذاكر الحسابات يبقى انا عندي مدير للوكالة السياحية بتاع التجزئة عندي العلاقات العامة اللي هي بتقابل الناس وبتشوف طلباتهم عندي حجز الرحلات عندي الناس اللي هي قسم الطيران اللي بيحجز التذاكر عندي قسم الحسابات اللي بيقوم بالعمل بيتحدد نشاطها في تلات حاجات بيع البرامج بيع وحجز تذاكر السفر تسويق الرحلات ان شاء الله من المرة الجاية نبدأ نتكلم عن معلومات زيادة عن عن شركات السياحة وهنتكلم عن الاماكن السياحية وهنبدأ نستعرض الاماكن السياحية ولكن دلوقتي نسترجع معلومات اللي احنا قلناها بدأنا نتكلم عن السياحة عرفنا ايه هي السياحة وعرفنا ان هي ظاهرة انسانية وظاهرة اجتماعية وظاهرة اقتصادية وظاهرة نفسية للسائح عرفنا السائح وقلنا ان السائح هو اللي بينتقل من بلده الى بلد اخرى بغرض السياحة اتكلمنا عن مجموع السائحين اتكلمنا عن يعني ايه ليالي المبيت يعني ايه تسويق سياحي يعني ايه تنمية سياحية اتكلمنا عن ايه هو الطلب السياحي والعرض السياحي اتكلمنا عن التسويق السياحي اتكلمنا عن شركات السياحة وعرفناها وقلنا شركات السياحة تعرفها ايه ومدير